سؤال وانت الموزيع ليه قالت له ختام ما تنزليش اشتغلي مش هتبهدلي انت كمان عشان هي وقت دور الراجل ماهو ده بقى اللي انا عايز اقوله اديني فرصة واقع شرحلك بقى ليه بقى هي وقت دور الراجل ودور الراجل ده وقت دام الطفولة مش جديد الاب ده غالبا كان عايز يخلف ولد وما خلفش ولد وعشان كده هو سابهم لما الام بدأت تتعب والبنت دي والبنت دي فهمة كويس انه الاب بيفضل جنس الزكور الاول فقررت انها تلعب دور الولد في حياتها بشكل عام قررت انها تغير ميولها فبدأ يظهر الانتينتي عندها يعني البنت دي ضحية الاب وام كانوا عايزين ولد وهي حسد ده وفهمته فبدأت تغير طريقتها في التعامل وبدأت تاخد دور الولد وبقت مهتمية بالقعب الرضية وهي ما زالت محتفظة بمظهر البنت يعني صغيره بعد ما الاب هرب لحد ما ده بالعكس لحد ما باقت ما فيش حد ما فيش حد خد يبالك بقى ما فيش حد يزعل انها بتتحول ما فيش حد هنقول له انا عايز اتحول او عايز ابقى ولد وهيزعل عليها يعني هي ما عملتش خطوة دي غير بعد لما مامتها ماتت عشان مامتها لو كتشفتها بتتحول او قررت انها تبقى ولد كتزعلت عليها لكن هي استنت لما مامتها ماتت وخلاص قررت انها تاخد دور الولد وقررت و أقولك هو هذه بنت هتكمل في عمليات تحويل جنسية هتكمل عايزة توصل إلى عمليات تحويل جنسي إعرافي أن أغلب اللي عملوه مليات تحويل جنسية وصلوا الإنتحار أعلى نسبة انتحار في المتحاولين جنسيا في فئات يعني.. إنما يشوفوا فئات أعلى فئة إنتحار المتحاولين корабلي كانوا يكافون كوب فئة إنتحار لماذا إنتحروا على أنه فقط? لإما أنتم وصلت اللي ustedes أريد أن لم يعرف Dawn لأنه لم يعرفوا أن عイشت في الدور الجديد عشان كده هو اضطرابها جنسية. هو متخيل ان هو دوره كراجل مش مناسب ليه. فلو هيقل البنت هيلاقي دوره مناسب ليه. الحقيقة لا انه لما قلب بنت برضو دوره مش مناسب ليه. مشكلته مع نفسه. مشكلته انه مش عارف يتصلح مع نفسه. مشكلته انه مش عارف يلاقي نفسه. شوفت حد تعالج؟ فاكر انه لو لقى نفسه في البنت. لو حول بنت هيلاقي نفسه. هيلاقي نفسه. وهي فاكرة انها لو قلبت ولد هتلاقي نفسها. الحقيقة هي ولا هتلاقي نفسها ولا بترغم ولا حاجة في حد تعالج من الكلام ده في حد عادنا نتكلم مع عبر روحها اللي بيقرر انه عايز يتعالج بيتعالج انا خايفة من حاجة بس انت كنت لما جدت هنا وكنت قعد على نفس الكرسي وقالتلي حاجة وقالتلي انه العيال اللي بتتربى مع سنجل مادر الولاد بيبع عندهم ازمة لانه ما بيشوفش ابوه وبيحلق دانه فبياخد سلوك انسوي وممكن يبقى في وقت من الوقت متحول جنسيا مرافو عليك والعكس انا بقى دي التعالف ما جدت رينف وده اه صح برافو عليك نرازم يشوف بابا وبيتعامل وقعد اعداته ازاي الولاد ميقعدش زي البنت كان عندي اكتر من حالة متربي يا ولد متربي في وسط خمس بنات وابو ميت اكتر من حالة تمام واللي متربي في وسط بنتين وابو ميت وفي الاخر الوقت ده بقى عندهم يقول جنسية انه جندر ادنتي عايز يحول بنت لانه بقى واخد قتلاتيود البنات تماما وفي خياله هو مسمي نفسه اسم بنت ولما بيقعد لوحده يختلف نفسه بصي بقى الجندر ادنتي عندهم الحتة دي جدا ازمة الهوية اه ازمة جنسية ترانس سيكس بذات اللي هم المتحولين جنسيين يبدأ يقعد لوحده يقوم لابس بروكا ويحط روج ويحط رموش ويحط حواجب صناعية ويحط مش عارف ايه ويصور نفسه بينزل صورهم عن انترنت واعتقد ان شوفت حاجات زي كده الست اللي انا جد بقولك عليها اللي هي لبسة لبس الرجل وبقيت بميت رجل دي كان عندها ازمة برضو او دي كان عندها ازمة بس كان عندها ازمة ان مش لقى حد تعتمد عليه مش لقى يا ظهر فقررت انها تبقى ظهر نفسها بس ما زل بترجع بتقلع العمة وتسرح شعرها وتقف قدام المراية بالزبط كده انا حلوة بس انا الظروف جبارتني لقى بالزبط كده بالزبط كده شوفناها كتير في المجتمع بس خدي بالك بتظل محتفظة جواها بالانوسة عشان كده بقولك البنت دي مش كده اخت جوائرية في القصة مش كده لانه هي جواها لانه هي رفضت مساعدة الست عشان هي خلاص فقدت الانوسة لجواها تضير رفضت حتى المساعدة المادية انت عارفة البنت التانية البنت اللي انت بتحكي عليها دي هتتبقى موافقة على المساعدة مساعدة نفسية ومساعدة مادية وكل حاجة مش يوم لكن دي زي ما تكون بالزبط استنت للمومتها تتوفى عشان تقرر تكشف عن الجنس التاني اللي جواها وتقرر تكشف عن قزمة الهوية اللي عندها وبعد شوية هتطلب انها هتحول جنسيا احنا ممكن نساعدة ازاي اول حاجة نوعيها بس بالمشكلة ونوعي جوائرية اللي مش فاهم القصة نوعيها ان اختك عندها مشكلة ولو رجعت للهيستوري بان واسغيرها هتلاقي اختك ليها اتتشوت سوبيان طول عمرها مش جديد يعني الاتتشوت زكوري ده كان باين بدلينها تدخل كلية تربية يا ضيا بدلينها مهتمية جدا بالرياضة بدلين عندها عضلات ايوة احنا بقول بنت جدعة ما بنقولش حاجة اخبرها ما بتوصل للدرجة دي اتتشوت زكوري ما لهش علاقة بالبنت الجدعة انت جدعة يا سالي اتتشوتك زكوري لا ما اتكلف زي الولاده اعمل بس لا بس 106 يعني لو انا عادة في مكان وعادة صوت هيتعمل لي حسان يعني الست الجدعة مش لازم يبقى عندها عضلات لا مش لازم تلبس هدوم سوبيان مش هقدر صح؟ لكن هنا القصة مختلفة ده من وهي صغيرة وهي مهتمية بالرياضة وعندها عضلات ودخل كل التربية راضية وأول ما قلت لها الفرصة واما هتوفد قامت حرقة شعرها ولبس هدوم سوبيان والد هو كده وزا كان عجبا خلينا نتفق بقى على حاجة ومن هما صغيرين بيبقى في حاجات بتقول ان هما دخلين في السكة دي زي انه الولد يبقى بيلعب بقى لعاب البنات ويبقى مهتم جدا بالمكياج بتاع مامته ومهتم انه يلبس هدوم مامته ومهتم انه يعمل زي البنات يلعب بعرايس يلعب بباربي وحاجات زي كده ويلبس باربي ويقلع باربي ويحمي باربي ويصلح شعري باربي ده ولد بيعمل كده بس ده في ناس بتاخد على ايه ده الود بديئها بدري من ايه هتا كان عندي ولد في سنوي عنده خمسين عروسة محتفظ بيهم من الطفولة سفح والله خمسين عروسة كان دايما بيحتفظ كل فترة يجيب عروسة ويعمل كده وده كان القاتشوت بتاع لعبه طيب احنا دلوقتي لو عايزين نساعد بقى يومنا نعمل ايه واحد لازم تبقى وعية بالمشكلة بتاعتها واثنين جوائرية كمان تبقى وعية بالمشكلة يومنا عشان تعرف تساعدها حتى لو تتخانق معاهم اه 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 ثلاثة ان احنا لازم نروح للدكتور نفسي عشان يساعدنا وما فيش حاجة اسمها مش هروح للدكتور نفسي لانه حتى لو هي القرارة انها تعمل عملية تحويل جنسي او حتى لو هي واخدى دور الراجل عشان بس جدعة وتصرف على اختها وبتاع فهي محتاجة مساعدة نفسية محتاجة كم جالسة لانه اغلبهم اغلب لترانسيكس او حتى اللي بيقررون هم جدعان هم عندهم اكتئاب اهو ده مش جدعان فاهمني انا بقول جدعان عشان تساعدت مامتها لكن دي مش جدعان يعني برضو هفضل اقول لها ان انت جدعة لكن بالتفكير ده في الحالتين هم عندهم اكتئاب سواء ترانسيكس او جندر ايدنتي او حتى هي بنت وكررت تعمل كده عشان بس تصرف على اختها وتساعد مامتها ففي الحالتين هن عندها اكتئاب ومحتاجها تتعالج فرقب واحد احنا محتاجين نروح نتعالج من الكتئاب قبل ما نقول احنا رايحين نتعالج من اللي انت بتعمليه ولو تعالج ده من الاكتئاب ده هيساعدنا ان احنا نفكر في اي حاجة ثانية بعد كده لكن البنت دي مكتئبة ومحتاجة انها هتتتعالج من الاكتئاب ومحتاجة تروح لدكتور نفسي ومحتاجة تقبل نصيحة الست اللي قلت لها وديك الدكتور نفسي ومحتاجة جوائرية تفهم القصة عشان تساعد اختها فعلا بجد ومحتاجة علاج نفسي طويل يعني محتاجة تروح سنتين ابوه مرامي تبطهم اصلا ابوه مش عايزهم وده انا بقولك عشان كده لان ابوه مش عايزهم ومش بيسأل عليهم الراجل ده كان بيدور على عي الولد كان عايز يخلف ولد خدي بالك بقى اللي شجع القصة انها تستمر في السكة دي ايه ده شوفي حتى خالها كلمة راس امها وقال لها هو خدت يعني ده معنا ان الزكور في مجتمعنا هم اللي ايه اللي مسيطرين ده ما يخليش البنت عايزة تبقى ولد ده ما يخليش البنت تقرر انه لا انا محتاجة ان انا اخد دور الراجل ابدا هي بقى كانت شوفي بقى انتي بتقولي كده عشان انت قوية ايو لا لكن هي كانت اضعف من كده وقررت وقررت انها ايه تاخد دور الراجل لانه هو الراجل هو اللي بياخد كل حاجة ضحية ولا ضحية طبعا ضحية انا متعطف جدا مع دول بس انا عندي مشكلة انه يقبالوا العلاج لانهما غالبا بيفضوا العلاج ولما بيعملوا عملية تحويل الجنسي بينتحروا لانهما بيلاقوش نفسهم ولا في دور الراجل ولا في دور البنت المشكلة في الهوية نفسها احنا محتاجين نعلمها ازاي تبقى بنت محتاجين نعلمها ازاي تقبل ده